وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الرائد علي محمد الجودر رئيس شعبة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية أهلا بك في نشرة الأخبار وبداية بمناسبة حلول عيد الفطر تزداد حركة السفر فما هي استعداداتكم لتأمين حركة المسافرين عبر منافذ المملكة إجازة عيد الفطر المبارك من المواسم التي تنشط في حركة المسافرين وذلك التي تزامنها مع ما تشهده مملكة البحرين من احتفالات وفعاليات بالإضافة إلى زيادة حركة المسافرين بسبب تبادل الزيارات الاجتماعية بين مواطنين دول مجلس التعاون لتهنية أهلهم وذويهم بالعيد وبدورها تعمل الإدارة العامة لأمن المنافذ على تنفيذ مختلف الترتيبات والإجراءات الأمنية استخدادا لهذه المناسبة بهدف تعزيز السلام العامة وتسهيل حركة العبور وتكامل جميع الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين حيث تم وضع الخطاط المناسبة لخدمة المسافرين وتم تكثيف أفراد الأمن وتوزيعهم في الأماكن الهامة ونشر الدوريات الأمنية خلال أوقات الذروة وخارج أوقات الذروة بالإضافة إلى التنسيق المستمر عبر قرف العمليات لضمان تنظيم الحركة وانسيابها حدثنا عن الشراكة بين الإدارة العامة للمنافذ والإدارات الأخرى لتسهيل إجراءة المسافرين عبر المنفذ بالتأكيد فإن تنفيذ هذه الإجراءات والترتيبات ولضمان نجاح الخطة بشكل مطلوب فإن ذلك يتطلب الشراكة والتعاون والتنسيق المسبق مع جميع الجهات العاملة بالمنافذ سواء كانت ضمن المنظومة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية كشؤون الجمارك وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة والإدارة العامة للمرور بالإضافة إلى الجهات الأخرى الرئيسية العاملة بالمنافذ ومنها المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وشركة مطار البحرين وكذلك التنسيق مع الأخوة الأشقاء بالجانب السعودي بجسر الملك فهد نعم الرائد علي محمد الجودر رئيس شعبة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك